من السينما الفلسطينية لأنهم قائمين على مهرجانات لها علاقة بهذه السينما ومهرجانات لها علاقة بالسينما أكيد بشكل عام خليل أرحب الأول بالأستاذ الدكتور عبدالحق منطرش رئيس مهرجان الرباط السينما الدولي مساء الخير يا فنم شكرا وأيضا برحب الأستاذ طاهر الحوشي وهو مدير مهرجان الفيلم الشرقي بسويسرا مساء الخير يا فنم مساء الخير مرحبا زي ما قلت في المقدمة السينما شمال أفريقيا أو السينما الجزائرية والمغربية التونسية هذه السينما تعتبر من أهم السينما في العالم العربي مش من دروقتي من زمان طبيعة المنطقة وطبيعة الحياة المختلفة لطبيعة السكان في كل منطقة دي بتحكي حكايات كثيرة قوي في مهرجان القهار السينما الدولي كان فيه احتفاء خاص بالسينما الجزائرية وخمسين عاما على السينما الجزائرية اللي قدمت أفلام مهمة جدا عن الثورة واللي كانت دايما يقولوا كده وحي لكثير من الصناع اللي هما يقدموا أفلامه مثلا كلمنا أكتر فندم عن السينما الجزائرية بعد خمسين عام أكيد أن الجزائر تحتفل بسين الخامسين من السينما ولكن هذا الجنب هو الذي يعرف كثيرا في الصحافة ولا أريد أن أكلم على نوع من السينما الذي ليس معروف الذي هو السينما الأمازيغي 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 هو سينما جديد ناطق باللغة الأمازيغية والأمازيغ موجودين في المغرب في الجزائر في الصحراء وحتى في مصر في السيوة وحسب المعلومات التي وصلتني السيوة سوف تكون ضيف شرفي في مهرجان الفيلم الأمازيغي في تزوزو السنة المقبلة ده أعتقد برضو خبر إكسلوسيف لنا على السينما السينما الأمازيغية هي بتتميز بطبيعة القابلية لأهل هذه المنطقة وبتمثلهم في شكل عام في سينمتها هي السينما الأمازيغية هي متنوعة كثيرا من المغرب إلى مصر ومن المرور من الجزائر ومن الصحراء هو كل مجتمع فيه أفلام تسجيلية أفلام قصيرة وأفلام طويلة وهي تعتبر كوسيلة للدفاع عن حقوق هذه اللغات والثقافات وكانت قبل النضار كان بالموسيقى ومنذ سنوات خرجوا شباب مكونين في مدارس سينمائية أو في مهرجانات يريدون أن يعملون أفلام ناطقة باللغة الأمازيغية والتي هي تعتبر أفلام تمثلهم وتعبر على طموحاتهم ونظرتهم للمستقبل ونظرتهم إلى بلدهم كبلد ديمقراطي يحترم الحريات الأقاليات زي ما قلنا كلام عام مش بس على السينما الجزائرية أكيد كمان على السينما الشمال الأفريقيا وعن مهرجانات المهمة جدا في هذه المنطقة مهرجان الرباط مهرجان أيضا من أهم هذه المهرجانات خلينا نتكلم ونقول إن المهرجان فيه تطور كتير جدا نحراتك حاب تتكلم عنه وفيه كلام عن الميزانية اللي بفوت حديد السنة دي كلمنا أكثر فندم عن آخر أخبار مهرجان الرباط أولا بعدها تحية لمهرجان القاهرة شكرا ولإعادته وأنا جد فخور لحضوره يعني كان رائد للمهرجانات العربية منذ 35 سنة وكذلك شرفين وهنا قناة النيل اللي هي قناة أولا داعمة وتدعم مهرجان الرباط من قديم شكرا اللي كانت تحية خاصة للإخوة المصرين شكرا بالنسبة لمهرجان الرباط صحيح والآن من المهرجانات المهمة في العالم العربي وعنده خصوصيات ومهرجان سينما المؤلف والآن في دورته التاسعة عشر لتسعتاش للسنة فيلعب دور كبير واللي كان شرف لنا أن نهتم به ويقع هو تكملة للمهرجانات الأخرى فهذه الفكرة الأساسية بالنسبة لتكلمت على السينما بصفة عامة السينما الآن قوله شمال إفريقيا والمغرب على الخصوص الآن أصبحت السينما المغربية على ضوء كبير فعلا كان سرائدة هي مصر وبعد الجزائر والمغرب الآن الآن يعد من الدول العربية ينتج سنويا بالنسبة للفيلم الطويل أكثر من خمسة وعشرين فيلم وبالنسبة للفيلم القصير الآن وصلوا إلى ثمانين فيلم في السنة فالآن حركة سينمائية الآن عندها واحد دور كبير وبدأت مهمة لعب دور كبير في المغرب وهذا كي جعلنا لأنه الدعم الدعم السينما الدعم السينمائي السنة دي هل وزارة الاتصالات لها دعم كبير للمهرجان نعم تلعب دور كبير دي أول سنة تعمل كده دائما دائما بفضل الدعم باش بصبح للفيلم المغربي يلعب عنده دور وأصبح له مكانها ويشارك في جميع المهرجانات ويحتل جوائز يأخذها وعلى فكرة عندما أتكلم عن الفيلم المغربي أتكلم عليه بجميع اللغات عربية أمازيغية أو أي الآن لأنه الفن عنده دور يلعبه وما عندهش اللون سياسي فالفن هو لي الجميع ولذلك عنده واحد دور كبير فالمغرب عندما تشاهد أن كل شيء لا العربية ولا أمازيغية ولا تلغة الفرنسية فهناك أفلام لكلها تنتج إما بطيق إما في المغرب أو بتشارك مع مع الدول أخرى وهناك مين هي أكبر الدول أو أهم الدول اللي بيكون لها قاسم مشترك في الإنتاج السينمائي المغربي ما فهمتش أكبر الدول أو أهم الدول حالك كلمت عن دول أخرى بتشارك في الإنتاج مين أهم هذه الدول بالنسبة للمغرب كانت تشارك الآن بالمغرب فرنسا المغرب بلجيكا المغرب الدول الأوروبا بصفة عامة المغرب مع الشرق مع الدول العربية فبالتالي أصبح هذا الإنتاج الآن موجود وبقطعة ولكن فيه تعمل وأصبحت الآن السينما المغربي عندها دور كان مشكل في التوزيع خصوصا في الدول العربية مش بس السينما المغربية السينما العربية كلها بتواجه مشكلة في التوزيع لا لمصر كان عندها دور في الأول لمصر يعني لأن في الأول فعلا كانت وحدها في العالم كانت رائدة وأتمنى أن ترجع إن شاء الله لأننا نريد التكامل العربي لا نريد احتكاة نريد التكامل العربي فبالتالي يعني أنه تلعب دور يكون دور متكامل بيننا فهذا هو الأساسي كان كلام عن الإنتاج المشترك النقد السينمائي محمود قاسم كتب مقال عن السينما الجزائرية حمل عنوان في السينما الجزائر وفرنسا يلعبان القط والفقر وبيقول أن الأفلام الجزائرية التي تناولت العلاقة بين البلدين كان أغلب العاملين فيها جزائريين ومع ذلك كان فيها فرنسيون أيضا حيث كيف ترى تأثر السينما الجزائرية بنظيرتها الفرنسية على مدى العقود فيها فلوس من بلدين وكل بلد يفرض أشياء مثلا إذا الفيلم دزائري أو مغربي أو من بلد آخر حصل على تموين فرنسي عادة يفرض أن يكون عدد مدة من الوقت يجب الكلام باللغة الفرنسية وهذا عادي كل فيلم فيه نقاش حوله لكي يصلوا إلى ميدان الوسط ونحن ده بيوصل أكيد لجمهور الجزائرية بشكل عام لأنه هو بتحدث هذه اللغة الجزائرية يفهمون كلهم اللغة الفرنسية تقريبا الجيل الجديد ربما أقل ولكن مشكل اللغة ليست مشكل مشع مشع مشكل والمشكل هو في إيديولوجية الفيلم أو رسالة الفيلم هل ده يتأثر بالإنتاج المشترك أو بتحكم الإنتاج اللي يكون من جهات أخرى طبعا الصراع الإيديولوجي يبان في الفيلم وحتى في اللغة السينمائية عندما تشوف الفيلم يعني أعطيك مثال بسيط في كيفية التسوير يمكن أن يكون له نوع شرقي أم غربي وعندما ترى هذا تعطيك نبذة على فكرة اللي عن أعمال الفيلم ما تمكن أن تستقل السينما الجزائرية بإنتاجيتها يعني لا تعتمد على أي ميزانية من أي برات أنا شخصيا أنا شخصيا لست لفكرة استقلال أي سينما لأن الاستقلال في بعض الأحيان يعني الإنغلاق أنا أفضل فيلم يكون فيه عدة بلدان داخلين في الشراكة يخلي صنع الفيلم يكون أكثر متفتح وإذا مثلا الأفلام الجزائرية المنتجة آخيرا عندها صبغة الثورة ثورة التحرير طبعا جيد جدا أن نتكلم عن الثورة ولكن لا يجب أن نكون منغلقين في فكرة الثورة الثورة صارت خمسين سنة قبل والحياة تبدلت ما في فيسبوك ما في تويتر ما في كل الأشياء مختلفة تماما تماما ويجب أن نتأقلم على الواقع ومهرجان في جونيبي لأنا أكيد عندنا صبغة فيلم الشرقي في جونيبي الفيلم الذي عنده صبغة الإنغلاق ما يهمنا بس الإنغلاق ممكن يكون زي ما حالك قلت تاني في فارق بين الإنتاج والأيديولوجية لأنه ممكن يكون الإنتاج مشترك ولكن يكون برضو الفيلم منغلق لو صانعي تحكمه في فكرته أو في أيديولوجيته أو في فيلم تاني ممكن يكون إنتاج مشترك ويكون أيضا الإنتاج دوات مأثر في تناوع الفيلم فكريا يعني ما أعتقدش أنا أقتنع أن كل إنسان يضع في فلوس في فيلم عنده نوايا أعرف في أمريكا أنه عندما يضع فلوس في الفيلم عندنا أن يربح فلوس ولكن إذا هيئة فرنسية أو جزائرية أو مغربية وضعت فلوس في فيلم عندها مصالح وهي عادة إيديولوجية وهذا ليس يعني أن هذا شيء سيء أنا دائما أقارن مع أمريكا مثلا هناك صانعين أفلام الذي تعرضوا إلى مشكل هايس الكود هايس الذي يمنع عدة أشياء التي يتبان في الفيلم وهذا أو السينما الإيراني عدة أشياء تمنع وليعمل الفيلم يبين ذكاؤه عندما يستطيع أن يتعامل كالقط أو الفأر مع كما قال كاتب إلا فق تعليق بسيط السينما الجزائرية كان عندها دور كبير وكانت عندها أفلام مهمة جدا أعتقد أن عندما أتكلم عن الدعم الدعم للفيلم كانت السينما عندها وجود وما عندها دعم من قبل الآن أتمنى أن بمناسبة الدكارة الخمسين للجزائر أن كيف كانت حركة سينمائية حول الطورة وحول هذه الأفلام التاريخية أن تمتد هذه الفكرة من الحكومة الجزائرية أن تعيد نظر للدعم للفيلم الجزائري فدعم الفيلم الجزائري هو دعم للفيلم العربي بصفة عامة وبذلك لازدهاره أتمنى أن ترجع وأن تعيد نضع في سياستها مع الفيلم بصفة عامة والفيلم الجزائري أكيد من دوم صوتنا لصوت حضرتك أعتقد أن ما فيش أي عربي هيكون عنده أي اعتراض على أن أي حكومة تكون بتساهم في صناعة السينما لأن السينما هي تاريخ الأمة وهي أكيد ذاكرة الأمة أيضا فأكيد بنشكركم ومنشكر حياتك طبعا أنا برحب تاني بضيوفي الأستاذ دكتور عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط السينمائي شكرا جزيلا يا فندم ومنور مهرجان القاهرة وأيضا بشكر الأستاذ طهر الحوشي رئيس مدير مهرجان الفيلم الشرقي بجناف بسويسرا شكرا شكرا جزيلا شكرا وحاجي الشباب الذين يدافعون على حوريتهم شكرا 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 كلمنا كتير على السينما الجزائرية راح نشوف تقرير عن السينما الجزائرية ولسه مكملين معاكم ستوديو مهرجان القاهرة مفاجآت وضيوف وتميزين جدا على نهاية السينما قناة المهرجان خليكم معنا شكرا شكرا